مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي العظيمة في كل مكان برحب حضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف وحصاد الاسبوع اسبوع رائع اسبوع جميل اسبوع افراح بالنسبة لجماهير النادي الاهلي وكل الجماهير المصرية الحقيقة الاميرة الصمراء رقم 12 مشرفانا ومنورانا في المحترف والحقيقة الافراح مش هقول لا تزال ولكن الافراح ما زالت في القلوب الحقيقة في قلوب جميع الاهلوية وعشاق النادي الاهلي في قلوب كل لعب النادي الاهلي المتواجدين حاليا في منطقب مصر واللي عندهم راحة الحقيقة هذه الفرحة يعني كانت فرحة كبيرة جدا انجاز كبير للنادي الاهلي بنقول الف 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 مبروك مرة تانية وثلاثة واربعة واثناشر الحقيقة من خلاص يعني احنا بنتكلم على افراح ومازالت نشرة الافراح داخل جماهير النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي لكن الحقيقة النادي الاهلي على مستوى الادارة خلاص قفلنا الصفحة وبيقفلوا الصفحة لعيبة خلاص دلوقتي مركزة مع المنتخب بشكل كبير لعيبة في بعض اللاعبين اللي منضموش لمنتخب واغدين راحة اللي حين بداية التدريبات مرة اخرى للاجندة الدولية الحقيقة النادي الاهلي في الفترة اللي جاية الحقيقة عنده تحديات كثيرة جدا جدا ولو بنتكلم على اللي فات اللي فات الحمد لله كله على مستوى البطولات واخرها البطولة الافراقية بنتكلم على الدوري المحلي عندنا الحقيقة لسه بعض المباريات مباريات كثيرة جدا مؤجلة ان شاء الله النادي الاهلي بعد الاجندة الدولية حياخد هذه المباريات نتكلم على التحضير حتى على مستوى ما هو قادم ما هو قادم الحقيقة بطولات كثيرة جدا ومهام الحقيقة تقيلة جدا على الدهاز الفني لان زي ما بقول لحضراتكم جماهير النادي الاهلي ما بتشبعش يعني من دلوقتي خلاص الجماهير اه مبسوطة وفرحانة ولسه يعني في ناشوة الفرحة لكن على طول بتتكلم طب اين اللي جاي احنا السوبر الافريقي اللي المباراة المرتقمة ما بين نادي الاهلي باتل افريقي على مستوى التشامفينز ليج الافريقي ونادي الزمالج صاحب المركز الاول وكأس الكنفدرالية بنفكر فيه كمان البطولة الجديدة الانتر كونتيننتل العالمية اللي بينظمها الفيفا بنفكر كمان في كأس العالم للاندية 25 كمان جماهير النادي الاهلي وإدارة النادي الاهلي اكيد كمان بتبص القدام وبتفكر فيه اللي جاي كل اللي بقول لحضراتكم بنفكر كمان في الدوري لان الدوري خلي بالكم الدوري مشواره صعب جدا زي ما بقول لحضراتكم بيرامز ماشي في خطوات جيدة جدا عنده عدد من المباراة آخر تسعة مباراة فاس فيها في الدوري فعندنا ضغوطات كمان في الدوري النادي الاهلي كمان ما بيفردش في اي بطولة يعني مش عشان خدنا بطولة افريقا النادي الاهلي يقول له خلاص الدوري مش مشكلة لا الدوري كمان بطولة مهمة جدا كل اللي بتكلم عليه دوة الحقيقة بحط حضراتك قدام الصورة الصورة في صورة حلوة وجميلة وأفراح وسعادة لكن كمان في مسؤوليات كبيرة جدا على لعبة النادي الأهلي سواء على مستوى الإدارة الفنية أو على مستوى اللاعبين والحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابت المحمود الخطيب بدأ قريدي خلاص بينظم المرحلة اللي جاية أعتقد كان فيه كلام مع الفيفا عايزين نعرف المواعيد بطولة الانتر كونتنينتل بالزبط هي عبارة عن إيه هتبدأ إمتى شروطها إيه ترتيباتها إيه جوائزها إيه كذلك بنتكلم على كاس العالم للأندية يمكن الفترة اللي فاتت أقويل كثيرة جدا على المقابل المادي ومقابل الاشتراك الموجود في كاس العالم الأندية عايزين نعرف برضو تفاصيل أكتر وداد الأهلي الحقيقة إن شاء الله بإذن الله عنده تحديات كثيرة جدا جدا للفترة اللي جاية هنتكلم على ديوفنا على ده الحقيقة نتكلم على عندنا ملفين النهاردة عندنا ملف النادي الأهلي البطولة الأفريقية وساعدتها والإنجاز اللي حصلوا للأرقام القياسية اللي النادي الأهلي بيوصل لها كمان مشوار النادي الأهلي اللي جاي بالزبط إيه المطلوب من الجهاز الفني واللعبين